طيب إحنا نعمل إيه عشان ندعم عملية تمثيل الغذائي بتاعتنا؟ نعمل إيه عشان ندعم عملية تمثيل الغذائي؟ التمثيل الغذائي أولاً معروف أو بالكلام المبسط هي التفاعلات كيميائية بتحصل بتنقلي الأكل اللي ناكله إلى طاقة وسعرات حرارية السعرات الحرارية والطاقة إحنا عايزينها في النشاط في النشاط بتاعنا والحركة والمود بتاعنا طول ما سرعة الأيد عندي عالية طول ما هيبقى عندي نشاط الأيد اللي هو التمثيل الغذائي؟ اللي هو الميتابوليزم التمثيل الغذائي فطول ما أنا بقدر أسرع ده طول ما أنا نشيطة وطول ما أنا ما يجليش اكتئاب أي حد مريح مش قادر يعمل حاجة تعبان بعد فترة هيحس أنه زهقان جداً فلازم على طول أدعم التمثيل الغذائي طبعاً من فوايد التمثيل الغذائي زي ما أنا قلت موضوع الحركة، موضوع النمو، موضوع حركة الهرمونات أنا بحسش بهرمونات الهرمونات لازم يحصل لها البالنس الصح عشان لو الهرمونات حصل فيها مشكلة بيحصل مشاكل كتيرة فده بقدر ندعمه بالتمثيل الغذائي خروج الفضلات والتوكسنز برضو محتاجين تمثيل غذائي التنفس بتاعنا محتاج تمثيل غذائي طيب لو إزاي نقدر ندعم التمثيل الغذائي من أهم الفيتامينات ومن أقوى الفيتامينات اللي بتدعم للحركة والتمثيل الغذائي يعني حركة ونشاط وعدم خمول وعدم كسل من أهمهم أكيد فيتامين بي كومبليكس اللي هو مركب فيتامين بي بكل مشتقاته يعني النياسين مهم قوي اللي يحول لي البروتينات والأكل الطاقة الثايمين الريبوفلافين والكوبالامين اللي هو فيتامين بي 12 وحتى البيوتين فيتامين بي 7 والفوليك أسد فيتامين بي 9 طب دكتورة دينا مثلا ده فيتامينات كتيرة جدا إزاي نقدر نحصل عليها طبعا برشح المكمل الغذائي المراخص من نهاية سلامة الغذاء اللي شايفينه على الشاشة ملناش أي بدايل دي العلبة بتاعتنا العبوة بتكفي شهر كمان موجود في كل سيداليات دي حاجة حلوة جدا أن أنا أدخل أي سيدالية أخذ مكمل غذائي من السيدالية فطبعا عندنا دي معنى أنه هو آمن طبعا طبعا ما فيش سيدالية بتحط أي حاجة غير مفرح لازم لازم ده لا جدال فيها الحلوة في قلب مالتي فيت احنا شايفين كل الفيتامينات والمعادن لو هتكلم على الزينك الزينك مهم قوي للمناعة أنا مش بس عندي فيتامين بي كوملكس أنا عندي زينك كمان 23.9 والأصاد النحاس اللي بيشغلوا 3 ميلي جرام عندي كمان فيتامين إي فيتامين إي مهم قوي كداعم مضاد أكسادة برضو عشان أعلي التمثيل الغذائي لازم أقل الالتهابات فيتامين إي برضو مضاد أكسادة فيتامين سي مهم جدا للمناعة مهم لصحة بشريتي وشعري لأنه بيعمل على إنتاج الكولوجين مهم الامتصاص الحديد عشان بحمي نفسي من مشاكل الدم عندي كمان داخل ألبة مالتي بيت زي ما احنا شفنا بكل أنواع فيتامين بي كوملكس لو هتكلم على البيوتين كلنا عارفين البيوتين أهميته للشعر والضوافر أهميته لعملية التمثيل الغذائي لو هتكلم على الفوليك أسد مهمة قوي قوي لحتى الأعصاب يمكن بتلاقي كتير قوي يا كريم من ننع يده شوية بيحصل لها ارتعاش أو الإيد نفسها بيحصل لها الأعصاب مش قوية عشان كده الرياضيين لازم بيدعموا جسمهم بفيتامين بي عشان لما يجوا يشيلوا الأوزان التقيلة الإيد نفسها ما تجلهاش رعش ما بتكلمش على مرض ما بتكلمش على باركنسونيزم اللي هو الشلل الرعيش بتكلم على الحاجات اللي بتحصل نتيجة نقص الفيتامينات والمعين فقلب مالتي فيت دعم جدا للصحة وللشعر والبشرة وللمناعة ومساهم قوي لمضاد الأكساد وبيدعم عملية تمثيل الغذائي اللي حل متكلم عليها طبعا لأن لازم طول الوقت أدعم عملية تمثيل الغذائي انت بتعزز الدورة الدموية تمثيل الغذائي بتعزز نشاطك بتعزز الحركة التمثيل الغذائي بتثبط هرموناتك في الجسم التمثيل الغذائي بنتخلص من الفضلات والسموم فمهمة قوي لأن لو التمثيل الغذائي عندي قليل هيحصل حاجة اسمها متلازمة القايد يعني متلازمة القايد دي مش مش مرض معين متلازمة القايد هي عوامل خاطئة عوامل خاطرة يعني أول ما التمثيل الغذائي بتاعي ما يبقاش قوي بتلاقي نسبة الكوليسترول عندك عالية الدهون السلسية عندك عالية نسبة السكر في الدم عالية فكل الحاجات دي مؤشرات خطر الأمراض مش حلوة ترجمة نانسي قنقر